أكد سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن افتتاح جامعات ستراث كلايد في مملكة البحرين يأتي تأكيداً للمكانة التعليمية العالمية التي تحظى بها مملكة البحرين وما حققته من نجاحات كبيرة في مستوى التعليم واستقطاب كبار الجامعات العالمية وأكد سموه أن هذا الأمر يتفق مع توجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في جعل مملكة البحرين واجهة مشرقة في التعليم بمختلف مراحلها وسط دعم واهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وخطوات الحكومة الموقرة في فتح آفاق رحبة مع مختلف الجهات في العالم جاء ذلك لدى افتتاح سموه جامعة ستراث كلايد البحرين وحرمها الجامعي الجديد في مملكة البحرين في موقع هاربر هايتس بمنطقة مرفأ البحرين المالية مما يمثل أول توسع لجامعة ستراث كلايد العريقة خارج سكتلندا المملكة المتحدة وشهد الافتتاح حضور عدد من المسؤولين والرجال الأعمال بالإضافة للإدارة التنفيذية من الجامعة الأم ومنتسبي الجامعة من فرع البحرين والدفع الأولى من الطلبة للعام الأكاديمي 2024-2025 وأضف سموه أن الجامعة ستشكل قيمة إضافية في مسيرة التعليم في المملكة من خلال نهجها القائم على تعزيز الابتكار المقترن بالتعلم والاستثمار الأمثل لطاقات شباب المملكة في مختلف المجالات التنموية خصوصا أن مملكة البحرين تولي اهتماما بالغا بالطاقات الشبابية التي تعتبر نواة مستقبل البلاد مشيدا سموه بجهود الإدارة التنفيذية للجامعة وتمتمنيا سموه للجامعة كل التوفيق والنجاح ويمثل هذا الافتتاح ثمرة التعاون والشراكة بين الجامعة الأم وشركة S11 التعليمية الشركة الاستثمارية الرائدة المتخصصة في التنمية والتطوير من خلال الاستثمار في المشاريع والمبادرات التعليمية المبتكرة حيث يعد الافتتاح في مملكة البحرين هو أول فرع متكامل لجامعة ستراثكلايد خارج المملكة المتحدة ويشكل نقلة نوعية نحو تحقيق رسالة الجامعة المتمثلة في الاستثمار الذكي في المجالات التنموية المختلفة ومنها التعليم والابتكار ترجمة نانسي قنقر